منحنايات الذوبانية منحنايات الذوبانية هي علاقة بيانية بين ذوبانية مادة معينة مع درجة الحرارة عند إذابة كمية متساوية من كبريتات النحاذ وكبريتات البوتاسيوم في كميات متساوية من الماء في درجة حرارة الغرفة نجد أن كبريتات النحاذ تذوب بالكامل بينما كبريتات البوتاسيوم تذوب جزئيا وعلى هذا فإن كبريتات النحاذ أكثر ذوبانية من كبريتات البوتاسيوم ومقدار الذوبانية هي خاصية فيزيائية مثل درجة الانصهار ودرجة الغليان وتقاس الذوبانية بكمية المذاب في مئة جرام من الماء النقي في درجة حرارة الغرفة وبشكل عام تزداد الذوبانية برفع درجة الحرارة أي إنه عند إذابة كبريتات البوتاسيوم وكبريتات النحاذ في ماء ساخن يذوب الملحان تماما وتطبق هذه النظرية فقط عند إذابة مادة صلبة في مادة سائلة ويمكن رسم منحنى الذوبانية لمادة معينة بتعيين كمية المذاب التي يمكن أن تذوب تماما في مئة جرام من المذيب في درجات حرارة مختلفة ونرسم علاقة بين كمية درجة الحرارة المحور السيني وبين كمية المذاب المحور الصادي وتستخدم منحنيات الذوبانية لتعيين الحد الأقصى لذوبان مادة معينة في مذيب أي لتعيين حد التشبع وهو الحد الذي إذا تم تجاوزه أي إضافة كمية مذاب إضافية يترسب ويسمى عندها المحلول فوق مشبع